وهذه الأخبار الخاصة باستعدادات هذا المنتخب وبقيادة أيضا واحد من أبناء النادي الأهلي المتواجدين بنجاحتهم وخبراتهم في كل مكان هنشوف مع حضرتكو هذا التقرير ونرجع نبدأ في استقبال بيوفنا في الستوديو هيكون معانا بعد قليل الكابتن شريف عبد الفضيل نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا هيكون معانا بعد قليل في الأهلي في كل مكان موسيقى مساعد ما بتادينا على الشغل احنا بنشغل على طول احنا كلهم بروح الاتحاد بتابع الدوريات كلها بسأل أندية الدرجة الثانية على السن دوت كان عندنا تجربة مفيدة جدا بطولة زنبيا لها كوسافة شفنا على الواقع اللعيبة عاملة ازاي القوة موجودة بشكل كبير جدا حتى موجودة ولدات الشمال أفريقيا في لعبة المقشين مع تونس اتغلبنا هناك القوة جسمانية موجودة عندهم اختياراتهم وانتقائهم بشكل جيد القوة موجودة فده اللي هنقابله في أفريقيا ممكن مشوار زنبيا كان منسبالك حاجة جميلة جدا لها واللعيبة شافوا كل الظروف الأفريقية الأجواء الأمطار الملاعب التحكيم احنا مشواغدين على تحكيم وحش ولكن مشواغدين على طريقة التحكيم ده عندنا التحكيم في مصر فيه شوية ليه شكل مشوار وحش ولا حلم لكن ليه شكل بتروح أفريقيا بتلاقي شكل تاني خالص فلازم اللعيب من المتشاط الدولية ياخد خبرة من اللي يشوفناها الفترة جاء إن شاء الله في شهر ثلاثة يكون عندنا ماتشين دوليين يعني احتمال لسه كب مخاطب عندنا المغرب نيجيريا فيه كذا عرض إن شاء الله نتمنى أن نوفق في العرض اللي احنا يعني أو الموراتين اللي احنا نقدر نلعبه ونكون فيه استفادة قوية للعبين الدوري بتاع الشباب إن شاء الله ينتهي على عشرين أربعة هيتم تجميع المتخب بعدها بعد ما ياخدوا راحة يومين ثلاثة أول مباراة رسمية لنا إن شاء الله في 11-5 لسه القرعة ممكن تكون في خلال الأسبوع أو حاجة نعرف هنلعب مين في 11-5 نتمنى إن شاء الله التوفيق لينا يعني جيل تسعة وتسعين فيه عناصر ميازة وفيه لعبة الحمد لله التي بدأت تظهر معاً ديتها في الدور الممتاز ولي ما بشاركش لعبة في الدين ممتاز حتى بيتلاقيه متواجد دلوقتي في الفريق الأول بشارك في مرات ودية فأنا نتمنى إن شاء الله عند 11-5 تكون لعبة فورمة كويسة تكون الناس كلها مستعدة إن شاء الله لأول مرة رسمية الحمد لله احنا بقى سنة كاملة نعدي في الامتخب بتاعنا والحمد لله عندنا مجموعة مبشرة يعني إحنا يمكن المعسكر الأخير اللي إحنا فيه دلوقتي دوت بنجي مجموعة الأول مرة نشوفها من خلال الفريق اللي هي الدرجة الثانية والأولى اللي بلعبه فرعوم فضي مجموعة أول مرة نشوفها يعني عشان ننطقي منه حد يقدر يستفيد فيه مع المجموعة الأديمة فالحمد لله إحنا عملنا فترة مكشات ودية من بداية السنة اللي فاتت يعني ونهيناها بطولة زنبيا الودية والحمد لله وحصلنا على المركز الثالث فيها فالحمد لله إحنا ماشيين بخطة ثابتة وربنا يوفق بقى إحنا عندنا تصفات لسه تبدأ في شهر 5 إن شاء الله فأول مطشي جينا حيبقى يوم 11 أو 12 أو 13 والمطشي العودة يوم 19 أو 21 لسه طبع لسه ما تعدينش بفرق اللي يعني لسه حنشارك معنا يعني اشتركوا في القناة